أنبيب متصدع ونقص في التدفئة والمياه الجارية في الشوارع هي آثار الانهيار في قطاع الخدمات في 43 ولاية روسية على الأقل وفي عام 2023 قدم الروس لبوتين أكثر من 107 ألف شكوى حول مشاكل في القطاع الإسكان والخدمات المجتمعية مسجلين بذلك رقما قياسيا فعلى سبيل المثال في ديسمبر سجل 339 طلبا وهذا ضعف ما كان عليه قبل عام وثلاثة أضعاف ما كان عليه في ديسمبر من عام 2021 لكن موسكو ليس لديها خطط لتحديث نظام الإسكان والخدمات المجتمعية من الضروري إنفاق مبالغ كبير على الإطلاق من أجل معالجة هذه المشاكل بطريقة ما وتحييدها والعودة إلى الحياة الطبيعية الآن يجب إنفاق ما يقارب 10 إلى 20 تريليون خلال ثلاث سنوات ولكن بطبيعة الحال لن يعطي أحد هذا النوع من المال لأن كل الأموال تذهب للأغراض العسكرية لذلك ستكون هذه مشكلة غير قابلة للحل ويستمر الروس الذين تركت منازلهم بدون تدفئة ومياه في تلقي فواتير خدمات المرافق بمبالغ لا يستطيع الكثيرون تحملها ففي الصنوات الأخيرة تراكمت ديون المواطنين مقابل خدمات المرافق بشكل كبير حيث اقتربت من تريليون روبل وفقا للتقديرات الرسمية فإنما بين 45 إلى 60% من جميع شبكات المرافق تحتاج إلى الإصلاح وهذا الرقم يتزايد كل عام وكذلك عدد الحوادث وفي تشيكوتكا التي زارها بوتين لأول مرة منذ 23 عاما من حكمه يصل هذا الرقم إلى نحو 90% مشاكل التدفئة ليست سوى غيض من فيض وعلى الرغم من أن روسيا هي أكبر مصدر للغاز في العالم إلا أن 11 منطقة فقط من مناطقها الإدارية البالغ عددها 83 منطقة متصلة بالكامل بشبكة خطوط أنابيب الغاز الإنفاق على نطاق واسع على العدوان على أوكرانيا ونقص تمويل قطاع الإسكان والخدمات المجتمعية والفساد والنقص الحاد في الموظفين بسبب التعبئة في المقام الأول هذه هي المشاكل الرئيسية التي تسببت في إنهيار نظام الإسكان والخدمات المجتمعية الروسية ومع ذلك يبدو أن الكريملين قد توصل إلى كيفية حل مشكلة نقص العمالة برفع الرسوم الجمهورية على السكان مرة أخرى تستعد السلطات الروسية لحل مشكلة نقص العمالة في قطاع الإسكان والخدمات المجتمعية من خلال زيادة التعريفات الجمهورية على المستهلكين وفي هذا الصدد تم تكليف وزارة البناء بإعداد مقترحات لإجراء تغييرات على الإجراءات القانونية التنظيمية في مجال تسعير المرافق الخاضعة للتنظيم تعمل الحكومة الروسية بشكل منهجي على خفض الإنفاق على المرافق العامة لذلك في عام 2023 تم إنفاق أكثر من 850 مليار روبل من الخزانة الفيدرالية على الإسكان والخدمات المجتمعية وتم التخطيط لـ 818 مليار روبل لعام 2024 وـ 455 مليار روبل لعام 2025 وـ 360 مليار روبل فقط لعام 2026 على العكس من ذلك يستمر إنفاق روسيا على الحرب ضد أوكرانيا في النمو ففي عام 2024 سينفق الاتحاد حوالي 10 ملايين فاصل 8 تريليون روبل وبعبارة أخرى فإن ثلث الضرائب الروسية ستذهب لتمويل الحرب ضد أوكرانيا إعداد فاليريا نيكيبولغا لقناة UATV عربية